مشاهدينا مساء الخير أهلا بيكم معنا في لقاء جديد وأسرة جديدة في بيت العيلة بنصطديف أفرادها بنتعرف بيهم بنتعرف على دور كل واحد إيه في المجتمع المجال مفتوح والحوار ممتد والأسر المصرية اللي بتوستان في بناء مجاد هذا الوطن لا تنتهي فتابعوه أسرة مصرية مثالية تعبر عن كل قيم هذا الوطن ومثالياته دون تزييف أو تطرف الأب هو الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال المعروف أما الأم فهي ربة المنزل مدان شيماء محمد أما نجم الأسرة وهديتها لمستقبل هذا الوطن فهو الطفل نور الجين زو السنوات التسعة ما بين خبيرا اقتصادي يعي مشاكل التحول الاقتصادي الذي تمر به بلادنا في هذه الفترة الهامة من تاريخها وما بين أم ضحط بمستقبلها المهني والعلمي من أجل أسرتها ومع ابن تبشر ملامحه وردوده بمستقبل مشرق لهذا الوطن تدور حلقتنا اليوم أهلا بكم مرة تانية مشاهدينا بحلقة جديدة وأسرة جديدة من بيت العيلة وكعادتنا دايما بنستضيف أسرة متميزة في مجال من المجالات الأسرة اللي النهاردة معانا هي متميزة ومتخصصة في المجال الاقتصادي بالإضافة اللي احنا لحظناه في معظم الأسر اللي احنا بنستضيفها وهي اهتمامهم بتربية الأجناء وتوجيه كل الاهتمام وكل المجهود لتنمية مواهبهم أو هوايتهم معانا النهاردة أسرة الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس من مستشار الاقتصادي وخبير الأسواق المالية أهلا بحضرتك أهلا بيك يا فاديم وأهلا بسادة مشاهدي أهلا بيك ومعانا الزوجة الأستاذة شيماء محمد أهلا بيك أهلا بحضرتك ومعانا نجم الأسرة نور الدين أزايك يا نور الحمد لله انت في سنة كم؟ Prime 4 Prime 4 ربعة تدائية أهلا بيك يا نور وبنرحب بيكم مرة تانية قبل الدرداشة بقى في الاقتصاد اللي ان احنا طبعا يعني عندنا تساؤلات كتيرة بنيابة عن مواطنين كتير انت عارف دلوقتي حتى المواطن البسيط بيتكلم في الاقتصاد في الأزمة الاقتصادية بالفعل فنهاردة بقى احنا نبدأ بسؤالنا التقليدي اللي بنبدأ به دايما وأعرف بقى بداية التعارف بينكم كم تزيل هو بدأت التعارف بالفعل كان فيه نسب عائلية كان مبين اختي وما بين خالها وبتدنا نتعرف من خلال النسب العائلي القديم ده وبتدت يعني نمشي بقية الخطوات بقى بتاعتنا يعني نقول جوازها تقليدية؟ يعني شبه تقليدية يعني الأسلوب التعارف المبداية كان شبه تقليدية انت كنت عايز كده يعني ما كنتش حابب ان يبقى علاقة يبقى قصة لا والله عايزة اوضح لحضرك حاجة مهمة جدا احنا تقريبا بنبقى في شبه مجتمع منفتح شوية فمن ضمن الخيارات اللي بتبقى موجودة بيبقى عندك اكتر من خيار ولكن زي ما اقول لحبك كانت السبب التواجد الرئيسي لها في الخطوات اللي بتاعت الواحد هو كان المفتاح العائلي في البداية ما كانش الغرض بينه ان هو يبقى جواز صلاطنا ولكن هي توفرت من خلال المدخل العائلي ده شما انت بتكس في شوية فعشان كده انا مش بواجه لك الاسئلة بس انا عايزة اسمع برضو رأيك من القصة ما كانش عندك مانعة تتجاوزة بالطريقة التقليدية جواز الصلونات ما كانش عندك حلم معين في الانسان انت هترتبط بي او في طريقة تتجاوز لا اكيد كان عندي حلم معين بس وقل ما شاء الله مثقف وجميل الله وهادي وبسم الله ما شاء الله في كل الصفات المميزة احنا في البرنامج ده على فكرة احتمال دلوقتي عليها يعني انا في البرنامج ده بنبقى الحمد لله الحمد لله السبب في ان انتوا احيانا الزوج او الزوجة بيسمعوا كلام رومانسي والله هو اهم حاجة تقريبا بيبقى حتة التوافق حتة التوافق دي تقريبا هي بتبقى مفتاح اي حياة يعني لو انت توافقتي في الشغل بتاعك ما بينيك و ما بين الزملاء هيبقى فيه هرمني كويس جدا لو انت توافقتي ما بينك و ما بين الأسرة في البيت هيبقى بالفعل فيه هرمني كويس جدا فتخيالي ان التوافق ده تقريبا مع شريك الحياة فبيحصل هنا نوع من انواع الانجاز او نوع من انواع تطوير انك انت مش هتبص وراك لا انت هتبص لقبامك هي دي حتة التوافق اللي احنا بنكلم عنها اه بالفعل وخلينا نقول ان حتى لو كنت التجاوزة بدأت الطريقة اللي هي التقليدية والصالونات وانت لقيت اكيد فيها المواصلات اللي انت عايزها الا انها تحولت اكيد وتطورت زي ما حضرتك بتقول مع الزمن تمام لا هي فيه فرق ما بين الصالونات ان احنا عادي مع بعض وده بيتعارف على ده وده لا احنا بنتكلم تم تواجدها من خلال نسب عائل يعني زي اللي يروح يتعرفها لحد من نادي او يتعارف من خلال النادي انما لا هي بالفعل تم تواجدها في ظل الاطار العائلي فهتم الاختيار منهم ايه انما احنا ما بنتكلمش مثلا ان ده جاوصل وطنقوا تيجي بقى الخطبة وتقول لها لا لا او ان انتوا ارتبطوا من غير ما تعرفوا بعض بالفعل بالهارموني اللي بتقول عليه او الكيميستري وزي ما حضرتك بتقول هي كيميستري دي انواع يعني انت بتلاقي اتنين اصدقاء العمر اختاروا بعض عندون اصحاب تانين كتير حصل بينهم الهارموني او الكيميستري سوا بقى صداقة او حب او ارتباط او جوز نيجي لنور الدين احنا قلنا ان انت نجم العيلة وانا قدمتك في مقدمة بقى طويلة قلت ان انت عندك هوايات وعندك مواهب فكلمنا بقى ايه الهوايات لا انا بطمرة انت سباحة وستشن قد وهترش على الستر بس بحبها الكرة اللي انت بقى حبيبها اكتر الكرة الكرة طيب مدام حبيب الكرة بتتمرن بتطلب من بابا ان انت تروح تدريب بالكرة قدم وكده اه والمذاكر ايه الاخبار انا سمعت ان انت الاول وحاجات كده ان الكلام جميل تطلع من الاوائل اه وبتعرف بقى ان انت تزاكر وتروح التدريبات بتاعتك والدروس بتعرف تقعنا كل ده اه بس يوم كده يعني يوم يعني يوم ايه بقى يوم ايه اللي بيدي فيه على حساب ايه ممكن مذاكرش فيه يعني لو بيبقى عندي مدرسة وتمرين سباحة وتمرين كرامة ده مربوط بدا ايه في مذاكرة وفي تفوق في الرياضة ايه في تأثير من هنا يبقى احنا هنأثر معك هنا بس الرجل مشغول قوي يعني فلازم فيه يوم يعني يجي على حساب المزاق يعني احنا كاننا مش واخدين بنا اه بالزفر في اليوم ده بس فانتو تعملوا مش واخدين بنا مش واخدين بنا هو بيعمل ايه ايه بس بس لازم نربط ده تفوق بالرياض عشان يقدر نهاردة يكمل هنا ويكمل هنا ويقدر ان هو ياخد الوقت الكويس بالنسبة له فترة الصيف ايه لان احنا بنتكلم الاجهة الصيفية بتاعته هي بالفعل تلبية طموحاته انما الفترة اللي هي بتاعت الدراسة دي تلبية طموحاتنا احنا بقى ايه فهو المفروض ان احنا بنستثمر فيه فهو بالفعل ما يخزنناش فترة الدراسة فبنيجي تقريبا على الرياضة شوية في فترة الدراسة والله مش تلبية لطموحاتهم ولا حاجة كله لصالحكو انتو في الاخر بس عشانتو بتبقوا صغيرين مش فاهمين اوي الموضوع ده فهم يعني بيشدوا عليكم بعد شوية تعرف ان كل ده لصالحك والمستقبلك انت معظم الاسر اللي استدفتها لحس ملاحظة فيها ان اللي بيهتموا بمواهب ولادهم او الرياضة او هواية معينة يهتموا بها ويمشوا وراها بلاقيهم متفوقين دراسين كمان هي باكتش على بعضها مظهوصة وبلاقي الشخصية مختلفة تماما عن شخصية واحد عادي او ولد عادي لا بيلعب رياضة ولا عنده موهبة بتختلف تماما في الثقة بالنفس احنا هنكلم اقتصاد هنكلم اقتصاد من ناحية ان معنا خبير اقتصادي وخبير اسواق مالية وحنتكلم مع زوجة برضو خبير الاقتصادي اللي هي بتمثل كل سيدة مصرية جوا بيتها دلوقتي محتاجة انها يبقى عندها خبرة الى حد ما مالية واقتصادية عشان توفق الدنيا مع الاسعار مع التضخم الدنيا اختلفت عن من سنتين تلاتة اختلفت كتير فبقى عندنا لازم ان احنا نعمل خريطة نعمل موازنة خاصة بالبيت ونشوف الاولويات تعملي كده اكيد بتستشري بما ان معاكي خبير اقتصادي نا مش بتتدخل مزانات البيت نا حاجة تتدخل فيها لما تلاقي في عجز موازنة ان تزود المصروف اه لا اقلل المصروف شوية تقلل المصروف اه طبعا انا بقى بحط التارجت معين فالتارجت معين ده ما دارش اخرج براه فبالتالي هي تقلل بقى الموازنة تلاعتها شوية تقلل الاعتمادات اللي هي عمالة اعتماد على الشوية انت بتتعقبي يعني انت لما بيحصل عجز واضح ان هو بيعقبك يقلل المصروف ايه اخر مقبن الاقتصادي ورجل البيت العادي ايه بس لا ده يعني ده فرق فعلا رجل البيت العادي ابسط حاجة تعبت فضال هيزود المصروف هيزود المصروف ايه انما احنا مش نقدر ان احنا نزود المصروف تبديل لو طبقناها على الدولة بقى الدولة بتاعمل كده والله الدولة هي تقريبا يعني بتتخيل لها انها بتاعمل كده بس كل ضغط في المصروفات هيحصل تخزل من ناحية تانية في تقديم الخدمات ايه يعني النهاردة لو حبيت توفر النهاردة العجز بتاعي هاجة على ايه هاجة على المرتبات والاجور ولا هاجة النهاردة على الخدمات اللي بقدمها ولا هاجة على الدعم يعني المصروفات بقى الدولة محصورة في كم حاجة ايه والفترة الاخيرة تربيح احنا شايفين بالفعل ان فيه انهاك للموازن العمل الدولة فيه ترد الخدمات اللي هو موجود او شبه ترد الخدمات اللي هي موجودة ايه فبالتالي ده كله بيعتمد على إيه؟ عايزة زود الإرادات هزود الإرادات منين؟ أنا كدولة إما هاكترد يا هاترح سندات إما والاكترده سندات واحد بس ممكن تكترد خارجيا ممكن تترحي سندات داخلية أو خارجيا ممكن تترحي وزنات خزانة كل الكلام ده كله في الآخر إيه؟ برضو هيجي عليك السنة اللي بعدها صورة الفوايب تاعتبديني اللي انت خطيته كله يعني الضغط المصروفات حضرتك مش شايفه بس انت عايزة تتكلم على ضغط الموظمة بجد ما تتمش بالتصرحات دي لازم نغير في أسلوب معايير المحاسبة الحكومية هو ده اللي احنا نتكلم فيه يعني الباب واحد وباب اتنين وباب تلاتة ببساطة كده لمواطن العادي عشان نفهم حضرتك بمعنى إيه؟ بمعنى المشكلة الرئيسية عندك إن لو حبيتي تقوليه لا ده أنا هخفض البدلات هخفض البدلات فيه قوانين نهاردة بتحتي مع الموظف ده إن هو لو سافر حتة فلانية لو اشتغل ساعة لو اشتغل ساعتين لو اخذ برنامج زيادة مش عارف ايه ياخد البدل ده فمش هادر أجع عليه لإن القانونة مش هادر أجع عليه إنما لو غيرت النهاردة الباب بتاعي في المعايير المحاسبية بتاعت الحكومة وتبويب المحاسبة الحكومية أقدر النهاردة عمل حاجة أقدر النهاردة مثلا قطعة غير بدل ما بحولها من بند كذا إلى بند كذا لا أقدر أصرف فيها وبيحوى دخل إرادها على طول عندي مثلا لو قبلك بند مثلا من البنود المهمة جدا الكهنة والصيانة والخرضة ومشوفها زلك الحاجات دي كلها فلوس امتى حاول دي من الباب ده للباب ده هو ده المهم امتى غير دي من الباب التاني للباب التالت ده مهم ومن التالت للتاني ده مهم هي حتة الضغط في المصرفات كلها بتيجي في المنطقة بتاعت التبويب المحاسبة نفسها يعني لو قدرنا إن إحنا نقدر نحن نحسم المحاسبة بتاعتنا الحكومية دي ونبتدي نحط لها خريطة جديدة للتبويب بتاعتها أعتقد هنا هتخفضي كل مصاريف الانفاق بتاعتك أو الاهضار في الانفاق بتاعتك لأنه ممكن تبقى موجودة مثلا سي معدة عندك ممتازة جدا ممكن التصوير هيلة جدا إنما عشان فترة وبتعطي العمر بتاعها الافتراضي ابتدى حسبت الاهلاك بتاعها فنزل فاعتبرتها ناخر ده معنى نفس الماكنة شغالة تمام؟ بكوالة بسيطة لو جبت لها مثلا حاجة بسيطة جدا تقدر تحدثيها ولكن تبقى لسيطة هالك وانا كده مش بوفر يعني انا لو انتنعت على ان انا احدثها عشان تشتغل معي عمرة اطول انا كده مش بوفر لان على المدى البعيد شوية مش بعيد قوي كمان هي حتبوز عندي خلص هتكلفني اكتر تمام بس انت النهاردة تمام احنا بني دي مثل على فكرة اه امثلة بسيطة جدا بس احنا بنتكلم هي اسلوب التفكير نفسه لازم يتغير المحاسبة الحكومية معاييرها لازم تتغير خلي بالك على فكرة في حاجة احنا في المحاسبة العادية كل فترة بيحصل عملية تغيير ومعالجة تمام معالجة للمعايير المحاسبية واجهي ولك والله معايير الاداء المحاسبة الحكومية المصرية ابتدى يتغير السنة دي هنعمل كذا في تقييم الاصول غير سنة اللي قبلها هنعمل في معايير يعني ده بيحصل فعلا في المحاسبة العادية مش الحكومية إنما إحنا بنتكلم عن محاسب الحكومية بالفعل عايزة إعادة نظرة مرة أخرى طرق تبويب الأوباب عايزة نظرة مرة أخرى طب يعني أنا بسمع من حضرتك بسمع أحيانا لقاءات أو بصديف ناس بلاقي الأراء رائعة الأراء لو تم الاهتمام بيها من المسؤولين أو التنفيذيين هلاقي فيه الدنيا بدأت تتغير للأحسن طب مش بيتم الاجتماع بيكم الأخذ بأراءكم كخبراء اقتصاديين مش دروي حضرتك عموما ده بيتم من الحكومة ولا لا لا هو بيتم بس فيه فرق ما بين الرؤية أنا شايف أن أنا وانا قاعد مثلا على الستيرجي في الجامعة فمحاضرة أقولها دي جميلة جدا وهيلة للطلبة نظري فيه رؤية ممكن أقولها مثلا في برنامج في التلفزيون دي هيلة ورائعة فيه على الصحف دي أجمل وأجمل في الجلسات الاجتماعات والمؤتمرات وكلام ده كله بتبقى هيلة جميلة جدا إنما في المعيار اللي قبل للتضيق لدي أنا كدولة هي دي حتة اللي احنا بنقدر ننوع لها الاشتباكات فيه تشريعات بتمنع تطبيق الفكرة هتكلم على موضوع بيهم كل الناس هو مرتبط ببعض وتعويم الجنيه تحرير سعر الصرف حالة التضخم بالتالي اللي هي أصبحت عدونا كلنا كمواطنين بنوعاني منها ففيه اعترافات من خبراء كتير إن ما كانش قراره وما كانش وقته تعويم الجنيه ما كناش في حالة تسمح كان ممكن من سنوات مش جاهزين له لا هو من سنوات احنا كاننا بالفعل معوامين وأنا معرفش الكلام ده بيجي لي حتة التعويم ده إن الدول ما تتدخلش أنا بسيبه كده اللي عرضه للطلاب هو بالفعل قبل 2011 الدولار النهاردة كان تقريبا موجود في الشارع وما كانش حد أصلا شركات صرفة عرفة تكسب حد لدرجة فيه شركات كتير جدا قفلت وشركات كانت عرضة الرخص بتاعتها للبيع فبالتالي حتة التوفر المعروض النقدي ده الدولاري أو أي عملة تانية بغض النظر عن اسمها إيه ده كان موجود قبل 2011 وبدليل كده إن احنا عدنا الفترة كبيرة جدا مستقلين عند منطقة الخمسة جنيه خمسة وخمسين إرش أو خمسة جنيه ونص وكنا بنتحرك تقريبا بالقروش ومكسب شركة صرفة كان تقريبا حوالي يعني بلغة قديمة كده بتتقال ثلاثة عريفة يعني إرش ونص ده كان الحركة في الدولار فكان متواجد اللي بيقول له والله ما كانش متواجد أقول له ما عليش شركة بس كده ونصفت ذاكرة شوية عشان إحنا ذكرتنا عاملة زي ذكرت السامة مش مهم كان متواجد أنا مش بنقلش بصراحة كان العملية كان متواجد أنا بكلم إن دلوقتي هي أضرت أكتر ما هي لازم أبقى جهز إحنا مش ضد إنك إنت بالفعل تمشي معليات السوق ولا ضد بالفعل إنك إنت تهدر أموال في دعم مقامة دولار مقابل جنيه ولكن خلينا إن إحنا بنقول كل خطوة لازم يبقى لها خطوة استباقية إن أنا بالفعل عايز أعاون أشوف النهاردة المخزون استراتيجي ليه كالدولة المصرية إيه أبتدي أقعد النهاردة مع المستشفيات مع الأدوية مع الأغذية مع السلع مع التموين مع مع معا مع الكلام ده كله وقالهم قدام قد يتوفروا مخزون استراتيجي لمدت على الأل 8 أو 9 شهر علشان النهاردة أنا لو خدت القرار ما يحصلش عملية تضخم سريعة جدا أو ارتفاعات غير مبريرة للأسعار سريعة جدا لازم كنت تاخدوا كارده وده بالفعل ما تمش إحنا جينا في يوم وليلا بالفعل كاردت تاخدت لليلا ارتفاعات متتابعة ومتتالية وارتفاعات غير مبريرة للأسعار كلها وما زلنا حتى الألف ومسلسل ارتفاع الأسعار يعني حتى بالرغم حضرتك بنكلم على التعويب ومشبه هزلك إحنا عند منطقة 18 جنيه تقريبا بأنها بتحقق 35 يوم 35 يوم الدولار سابت على 18 جنيه نقول ميزة ولا نقول عيبو هل ممكن نلاقي لا ارتفاع حدث مرة واحدة إلي بيتحقق في الفقر الكراشنج العنيفة أو النزلة العنيفة اللي حصل للسوق بالنسبة للعملة الأجنبية من منطقة 20 جنيه حتى منطقة 15 جنيه سابين قرش أنا بقول ده تدخل بس تدخل مش بحرفية لأن أنا لما جيت سيطرت كان عندي لما بنجمع الرقم طالح احتياطي فيه 6 مليار دولار مش موجودين معنى كده أن أنا كدولات دخلت يبقى أنا ضد النهاردة سياسة التعويه أو أنا بعمل عملية تعويه موجهة أو مدار يبقى ده عكس الاتفاق ما بين يوم بين السوق الحرى وعكس الاتفاق ما بين يوم بين الصندوق أنت كدولة من حقك أنا كنت السيطر بس لما نجم السيطر لازم تبقى بحرفية عالية فيما معانا هي إن أنا تواجه عند منطقة 18 جنيه وهو بينزم من 18 جنيه حاجة اسمها هيدان شولدرز اللي هو راسه كاتفين ده نموزك عكس الاتجاه يعني المنطقة دي أي واحد فهم تحليل فني هيقولك آه ده هينزل طب هينزل واحد فيه 15 جنيه ستيني أوش وهو ما حدث بالفعل إنما الخطأ مش في كده الخطأ إن أنا سوقت له عن طريق الإعلام إن بالفعل خلاص انتهت مجدر ارتفاعات وإن بالفعل ده آخر مرة هتشوف الدولار بالأرقام دي وبالفعل إلحقه في التوابير عشان تلحق دغاية كل الكلام ده غلط ليه؟ أنا النهاردة باعت الحملة الدولارات التاني قصاده قاعد برة وبقى أعلى حرفية تمام؟ اللي هي شركات سرافة سوء صوداء بقى في أبليكيشن نهاردة بيحددك العرض والطلب فيهم في أبليكيشن بيقولك والله مناطق البيع عشرها بقت فيهم نخلي بالنا حاجة واحدة لما الدولة النهاردة زي وزارة المالية تطلع النهاردة تتفاعل وتتقول النهاردة موشورة اقتصادية هيلة جدا تبسطنا أنا كمواط تيجي تقول والله أنا الفتر اللي فاتت الصدرات عندي زادت 2 مليار دولار أقولك انتهيه لبرافو عليك تمام؟ لما يجي يقولك الوردات انخفطت عندي حوالي تقريبا 8 مليار أو 9 مليار دولار أقوله انتهيه لبرافو عليك التحولات داخل القطاع المصرفي يبدأت زاد كرابة حوالي 8 مليار دولار أقوله انتهيه لبرافو عليك ده السياسة المالية تبقى ده الطرف النحي التاني على السياسة النقدية هاجيقول والله ده صدوار نزل من كاس لا احنا نتقابل بقى هنا الارقام دي بتاعة وزارة المالية اللي عانت عنها او وزارة التجارة والصناعة اتعاملت فين اتعاملت عند من منطقة 18 لمنطقة 20 يعني انا لو قسرت منطقة 18 هخسر الـ 2 مليار دولار الصدرات اللي عملتها ولو قسرت منطقة 18 يبقى انا كمان هخسر تخفيض الوردات اللي انا حققته انا هنا تقيت هنا بقى ده التضارب اللي احنا بنتكلم عليه المؤشرات الاقتصادية تحسنت فوق 18 جنيه سياسة النقدين البنكي مركزي ابتدى يعمل كراشنج وابتدى النهاردة يخوف الناس ويرعب الناس عشان يبدأ يتحصل على اكبر كمية من الدولار هنا كان فيه ارتجال في المشهد وعشان كنا بنتحدى ان الدولار هيعود مرة اخرى الارتفاع وهيعود مرة اخرى الصوت وبالفعل ده ما حدث ولكن فيه بقى في اللحظات الاخيرة او اخر اصبعين بالضبط انا شايف فيه تغيير في المشهد داخل القطاع المصرفي او فيه تغيير في المشهد داخل البنكي مركزي فيه حرافية بقت عالية ليه انا مش عايزة نزل الدولار بسرعة مش هفرح بيه ليه هيحصل نوع من انواع تبخر الاموين يعني حضرك عايز تقول ان استباتل علي الدولار 35 دي هم دي حرافية اداء دي بداية ان احنا نحس بحرافية الاداء بالفعل وفيه امل ان لو استمروا على كده ولعبوا بحرافية ويعني نلاقي ان الدولار ممكن يقل عن كده برافو انا شايفه في الفترة الحالية ممكن يروح ما بين مثل اولا اشنا حضر السعر عشان ما يتقلش ان احنا بنوجه السوق بس انا شايفه يقدر ينزل شوية يعني يقدر ينزل عن المنطقة 17 ولا مثلا يعني انا شايفه عن المنطقة 17-60 تقريبا في المنطقة دي ممكن ان هو يروح لها ليه لاني ما زلت حتى لانا عندي برضو عندي متطلبات دولارية لسه مطلوبة مني يعني احنا من الكالي مطلوب مني تقريبا من بعد شهر ستة كرابت حوالي 12 مليار دولار عندي النهاردة سعر الفايدة تقريبا او الفوائد بس موجودة في الموزن الجيدة 385 مليار ده فيما يعادل تقريبا حوالي 20 مليار دولار الناس معلش سؤال كده يعني بسيط اوي سازج كمواطنين عاديين بمواقع التواصل الاجتماعي يعني انا جات لي فكرة دي من يعني حضرتك بتتكلم بتقول للحملات الترويجية وتأثيرها على الدولار والناس وقف التوابير هل ممكن توجه المواقع التواصل الاجتماعي والناس والحملات الترويجية دي والاشعاعات اللي ممكن احنا نطلقها ممكن تلعب في سعر الدولار اه طبعا احنا بنتكلم على اساس ان في حاجة اسمها في السياسة مش في الاقتصاد بقى الحالة المزاجية الحالة المزاجية انا كمسؤول اقدر اصرح تصريح ده امتى يعني عندك مثلا الغرب رئيس الامريكي مثلا قبل ما بيطلع فيه مستشار يقوله تقدر تقول تصريح ده النهاردة لان الحالة المزاجية النهاردة للشعب كذا تاعم هنا يقدر يقول الكلمة اللي عايزة عايز يرفع درايب يخفى درايب يقول اخبار كويسة اخبار وحشة يعني مثلا ترامب شغل مش عن طريق الاعلام عن طريق ايه عن طريق التويتات بتاعته الاسواق بره تطلع وتنزل وتتهبد وتطلع بناء على تويتر تويتر صغيرة كده الحرب ممكن تقوم في العالم كله بتويتة من ترامب البطول يقدر يطلع في جلسة واحدة العشرة في المية ونزلها تاني بتويتة من ترامب الاسواق العالمية تقدر تطلع وتنزل بتويتة من ترامب هنا بيختارت اللي انه هو راجل جمهوري فالجمهورين رأسماليين شريسين تعام فعارف تتلعب ازاي او الجن بيتلعب ازاي فعشكي باجي اقولك ايه بتويتة دي يقدر ان هو يصنع خبر والخبر ده يقدر يصنع قرار بس مش هو اللي هو افراد تانيين انطبع عليهم القرار ده فتبقى للحالة لما زجي تأثروا بي يعني بيخليني ايهما شهية المضاربة تبتدي تقلع عندي واخش غامر وضارب واطلع بالاسواق او تخلي الشهية بتاعت اليأس والعدم القابلية عندي تنزل المؤشر بتاعي فخش بيها اي حاجة باي ساعة هنا الحرب النفسية والاشاعات بتلعب بالناس وبالتالي الناس بيوضيهم طريقة اكتر في ايد في الملعب وعايز اقول له حريكة على حاجة بس عشان بمنطقة صراحة اللي مكسبش في الدولار كسف الرز واللي مكسبش في الرز كسف السكر هي دايرة عمالة كلها حلقات بتوصل لبعض وهنا بقى مشكلة المواطن اللي بيعاني بقى يع حضرتك هنا بتتكلم على مستوى الكبار ولعبهم وتحكمهم في البورصة وتحكمهم في السوق وتحكمهم في الدولار يعني هي لعبة لعبة كبيرة احنا فين بقى كم مواطنين من القصة وقف عند فين يعني المعاناة دي مش وقفة يعني احنا منتكلم دلوقتي على غلاقة الاسعار حديث كل مواطن ياريت واقف على السعر دا كمان احنا كل يوم الحاجة بسعر جديد تمام تمام بصي هقول حريكة على حاجة واحدة بس يعني كمواطن لازم يفهمها فيه فرق ما بين ارتفاع الاسعار وفيه فرق ما بين التدخم وده مع الاسف مش كل البروفيشنا وناس محترفين عارفين الفرق طب نعرف الفرق كده السريح ارتفاع الاسعار دا انت عارف اسباب ايه طبعام انما التدخم ده ارتفاع جير مبر للاسعار شوفي بقى الكلمة هنا عشان كده بره حريصين جدا على كلمة التدخم التدخم دي بالنسبة لهم بره كارسة مش عملية كده اطلع الصبح وقول لك اصبح تدخم نهارده بقى 20 ولا 30 ولا 40 لا لا دي كارسة التدخم يعني اخفاق في التنمية الاقتصادية ليه بقى لما بنيجي نتكلم على التنمية الاقتصادية اتفقات او نتيجة ان انا بستس من قوي حاجة المهمة معدل اليمون ده لازم يغطي لي حاجتين معدل الزيادة السكانية عشان اقدر اوفر فرص العمل والحاجة التانية اقدر احق عوائد او فوائد مالية تقدر انها تقللي الاتزامات العلي تمام ده معدل اليمون الحي وده مش موجود عندي دلوقتي ولا عارف اوفر فرص عمل ولا عارف حتى ان انا خفض الفوائد بتاعته وقصات الدين وكلام ده كله كل سنة في الزياد الفردة التانية او نقطة التانية اللي بعدها بتحصل ايه ان انا النهاردة بيتقل عليها بجبح كباح تضخم يعني فيما معناها ايه تضخم عندي ما يزيدش لازم تضخم ينزل يبقى بنقول اول حاجة انا ما هو حقيق تاني حاجة ان تضخم عندي ما يرتفعش لازم اصيطر عليه ويبقى في النازل الحاجة التالتة بقى ودي اهم حاجة اللي حضرتك مفروض انك انت وانا واي مواطن يحس بيها ارتفاع متوسط ارتفاع الداخل حقيق الفرد مش متوسط داخل الفرد الداخل الحقيقي يعني القوة الشرائية المرتبت كل سنة بيزيد ما بتقلش ايه وده اللي بيحصل عكسه عندي اذا ما التالت الدول مش متوفرين يبقى انا ما بقى مش تم اقصده يبقى احنا كده بنصرح مع ودينا ايه تصرحت وخلاص هي دي الخطورة عشكاة بنيجي نقول ايه التضخم مش ارتفاع الاسعار التضخم هو ارتفاعات غير مبررة غير مبررة للاس يعني على سبيل المثال قلنا الدولار الست الغلبان اللي هي بتزرع لها حتتين فجل ولا بتاع تقعد بيهم مرة واحدة تشتري بدا ما بخمسين قرش بجني ليه مهد دولار غير انتي مالك ومال الدولار لا نخلي بقى لنا بقى الموجة الاولانية اللي احنا اتكلمنا عليها ارتفاع الاسعار المتتالي ورا بعضه ده ده نتيجة التخفيق كونت جنيه مكبر الدولار الموجة التانية دي نتيجة تحميل تكاليف اخرى انا واخد كارد الكارد ده مش عارف بسدده وارتفع الفوائد عليها والنسوء عندي تعبان فبقى بخسر فبرفع التكلفة عليها عندي ايجار المحل كنت باخده ب1000 جنيه النهاردة ب1500 ورافعت تكلفة عندي النهاردة كهرابة زادت عليها فرفعت كل موضوفة زادت مش عارف على الكويتش العربية مش عارف فرفعت النهاردة ارتفاعات غير مبررة عملت ده التضخم نحن بسيطان و33 لا بيلقوا مبرر حضرتك يعني الست اللي بتاعت الفجل حضرتك بتقول انا بنق للفجل على العربية فالعربية في بنزين بيتحط ولا لا هي بتقول كده انما هي مش عارفة تعبر عنه ليه بقى هي مشكلتها اللي احنا بنكلم عليه بقى برضو اتفاعات غير مبررة ايه تكلفة معاشتها هي كمان غلط يعني هي كمواطنة غلبانة النهاردة كل اللي بيجي لها منين من يدوبك الحصيلة البيعية اللي بتباحها في اليوم ده بس تكلفتها النهاردة الكهرابة زادت عليها المية زادت عليها النقل زادت عليها الأكل زادت عليها لو هي عندها ولا تتعليم زادت عليها هي دي المشكلة فبتحط تكلفتها بتاع المعاشية على كمان البيع اللي بتبيع ودهشي الطبيعي ومنقدرش انبرروا ومنقدرش ان احنا في المشكلة بتاعت التضخم ده نقول ان لعيب على التجار وجاش التجار اولا لان الدولة مهمتها رقابة الاسعار ورقابة التجار ما تسيبش الموضوع زي ما سيبنا الجنيه كده عرضه وطلب وتحرير في 2016 كنا نحضر في 2015 هنشوف ايه حضرتك دلوقتي مع بعض علشان نبقى محددين بعد الفاصل نرجع له هنتكلم عن ايه الدورة بتاعت الارتفاة حصلت زي في الاول لغات الموصدنا لك بعد وحضرتك دكتور واقل استاذة شيماء نور الدين سادة مشاهدين احنا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل حوار ترشيد الاستهلاج ده يرجع الى ربة المنزل ربة المنزل هي عامل اساسي في الوقت ده بالذات كل واحد بيقدر يعيش على قده يعني لدخله ألف جنيه هيعيش بالألف جنيه لدخله ألفين هيعيش بالألفين لدخله ثلاثة هيعيش بالثلاثة كل واحد بيعيش على قده دلوقتي بدأ ان الاسرة تشعر بان المبلغ اللي معاها يدوب يمشي الشهر فبدأت الفنون بتاعت زمان فنون الوجود الام في البيت بدأنا نشوفها تاني الفاكهة غالية مش لازم فاكهة او نجيب كيلو من كل نوع كل اسبوع يجيب كيلو من حاجة معيالة ويترتب نفقاتها من اول وجديد بالنسبة لبقى الكهرباء والغاز والمية والخراب البيوت بتاعت التليفون ده ده قصة تانية بقى يبتدي ان هما يوفر من ناحية تانية ويقلل استهلاكه عشان دين يدمشي ولازم كل واحد يستحمل التاني لان هي حالة صعبة والحياة بقت صعبة جدا فعلا يعيدوا الحسابات بتاعتهم وتخطيط الحسابات ويبقى في اتفاق بينهم الزوج والزوجة ان هما يعرفوا يتقلموا في المغاء الغلى ويحاولوا ان هما يبقوا عاملين حالة اقتصادية كده بمناسبة لأفرادهم يعني ممكن اشتغل بعد الشغل بتاع اشتغل شغل اضافة عشان يكاف في الاسرة يعني لو بابض الف جنيه هخلوهم تقول لازم نصف طموية هو بيتين لو عيل عيه يلاقي جنيه بييت يلاقي بمشي على قد اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية من استكمل حوارنا مع الدكتور واقل اللي ان حاس الخبير الاقتصادي وكنا بنتكلم نفكر مشاهدي مرة تانية عن دورة ارتفاع الاسعار بدأت ازاي وصلنا للمرحلة دي من ارتفاع الاسعار الجنوني اللي هو يعني احنا مرتباتنا مش بتزيد زي ما حضرتك بتقول ففي هنا مشكلة مشكلة جمدة وارقابة على الاسعار يعني امتى نلاقي فيه رقابة على الاسعار واحننتهي امتى يعني حتى حتوقف الى على حد معين امتى بص حدريك احنا كنا بنتكلم في نهاية 2015 وكنا بنحذر كخبر اقتصاديين وبالأخص اقتصاديين وليه معلقة بأسوأ المال العالمين تاعم؟ بنقول لهم يا جماعة خلي بالكم ان في تضخم هيدرة بالعالم من اول 2016 على الحكومة انها تتوخى الحذر حتة تتوخى الحذر ده يعني ابتدي ازبط المخزون الاستراتيجي بتاعت ليه المخزون الاستراتيجي؟ لانه هو ده بالزبط المخد اللي اقدر انعم عليها في اي وقت اللي اقدر اتمن النهاردة حط راسي ان النهاردة منطقة امان احنا ما اعتبرناش المخزون الاستراتيجي ده موجود عندنا واعتمدنا على المخزون التجاري المخزون التجاري ده مش في ايدي كدولة تاعم؟ فبالتالي ما اقدرش اعتمد عليه مش هو ده مخدة الأمام بالنسبة لي أو أستاذة الأمام اللي أقدر أتامد عليه فبالتالي حصل النهاردة لما السوق يطلع بره التجاري مرافعين الأسعار ويستفيد النهاردة بفرق السعر الموجود العالمي أو المحل ده كان بداية دورة الارتفاع كان في الفترة الآخر 2015 السياسة الأمريكية وهي أم السياسات العالمية عشان نيجي نتكلم الاقتصادية إنها مش عجبها تضخم اللي هو كان تقريبا حوالي 9 من 10 عايزة توصل لمنطقة حوالي 1.5% كلمة إنها عايزة ترفع تضخم لإنها هي لها أسبابها إن الأسعار عندها خيصة جدا فبالتالي مش قادرة تحصل ضرائب فمش حصل ضرائب بل الخزايا العامة عندها مش تقدر إنها تخش لها فلوس فلازم تخش تفرد جزء من أنواع الوسائل أو الأدوات إنها تقدر إنها ترفع التضخم عندها ارتفاع تضخم في دولة زلوات المتحدة أمريكية يعني هتصدر للعام بالكامل تضخم وهو ضل لحص سواء في ارتفاع قنط الدولار مقابل اليورو من حوالي 1.2% من تقريبا حوالي سنة لغاية ما يوصل النهاردة 1.05% يبقى إحنا منتكلم النهاردة ارتفاع يعني جنوني للدولار يعني ما زالت الولايات المتحدة بتتحكم في كل شيء في الاقتصاد في السياسة طولة اقتصاد العالم طولة اقتصاد العالم فإحنا منتكلم النهاردة التصريحات دي أنا كمسؤول في أي دولة وبالخص من تشر الأوسط لازم أعمل حسابي من نهارته هعيشي ازاي السنة اللي جاي فبالتالي دي كانت أول إشارات لارتفاع الأسعار الحاجة التانية جينا في نص ثلاثة اللي فات والدولة مصرقة مخفضة كمتيل جنيه اللي هو 2016 نزلناك رابط حوالي 5% فده كان ليه تأكثر ايضاً في البداية على ارتفاع الأسعار تاني مع التضخم عندنا دخلنا بقى بعد كده بشهر 5 و 6 اللي هو تحريك الدعم سواء على القهربة أو سواء على المية أو بعض الرسوم للدولة بتبتدي يتأخذها زي جمارك ورسوم وإدارية ومشابه زلك وهو ده كان بيساعد في تعافي الاقتصاد ولا ده من شروط الصندوق الناب من ضمن الإصلاح الاقتصادي ما كنتش لسه النهاردة اتفقتي مع الصندوق لان إنما ماشي في الإجراءات اللي أنا هروح بيها للصندوق فأنا لازم أعمل بعض الإجراءات لازم أديه أه بعض الأرقام وبعض المؤشرات وإني لا أجزب ولكني أتجمل في قلب الموزنة عشان أقدر أننا نروح وأقول إيه إحنا اتفقنا مع بعضين بنيجي نكمل بعد كده ابتدينا نخش بقى بضريبة القيمة المضافة ابتدينا نخش بعدها في القاعدة مع صندوق التفيت الصندوق ابتدينا نهاردة نخفق قيمة الجنيه المقابل الدولار هنا بقى بداية الصغرات الحقيقة أو الطفرة اللي المواطن أي مواطن حس بها يعني كل اللي فات ده المواطن بيحس بفروق أو قصور الارتفاعات إنما الضربة القوية جدا كانت مع قيمة التخفيض يعني مصر شغالها بعشرة في المئة من المستوردين فحصل نقص في السلع بالتالي الدولة فرضت دمارك تانية شريح الجمالات الجديدة فحصل ارتفاع الأسعار السلع بعد كده حصل خسير اللي رجال لعمال قربت حوالي 7 مليار دولار فقعدوا مفاوضات مع بنك مركزي إنهم هيتفاوضوا إنهم هيتسددوا خلال 3 سنين وبفايدة 12% فأنا النهاردة كتاجر هحمل على السلع دي الخسارة بتاعتي والفايدة بتاعتها فبالتالي أنا كملت تانية في ارتفاع الأسعار دخلنا في 2017 ابتدأ يتحرك التدخم العالمي في الوقت المتحدة الأمريكية من منطقة الـ 1.8 من 10 إلى منطقة 32.5% يعني هالثورة تدخم جديد مع ارتفاع بقى أسعار البترول اللي كان في أول السنة في الـ 28 وأفالي السنة دي أو أيام الأخيرة قربت الـ 55 كل دي ارتفاع في أسعار الطاقة والمحركات ومشكلف ذلك بيكلفك أيضا ارتفاع في تكلفة الانتاج العالمي فبالتالي بيجيب لك أو يستورد لك من برأة أسعار غالية مع بقى حجوم بعض المستوردين على عملية الاستراض أدى بالفعل لزيادة عملية التهريب التهريب دا دي تكلفته فبالتالي أنا النهاردة بيت أخد سلعة من برأة مهربة بسعر أعلى كل العوامل دي كلها بالفعل أدت لارتفاعات عشان كم نيجي نقول ليه ارتفاعات متتالية غير مبررة هو دا اللي أدى هل النهاردة زي ما قلنا في البداية بأن قرابة حوالي 33 يوم أو 35 يوم عند استقرار سعر النهاردة بنقول المنطقة 18 جنيه ومازلنا في مسلسل ارتفاع الأسعار لازم في مسلسل ارتفاع الأسعار ليه نقص المعروض زي ما قلنا بيقدر ارتفاع الأسعار مع ذات الطلب نحن ندخلين على موسم تقريبا في منطقة شرق أوسط وبالأخص الدول الإسلامية كلها دا موسم بالنسبة لهم ضغط على الطلب على السلع فبالتالي ارتفاع أسعار بخلاف أن أنا بالفعل عندي مشكلة أني ما عنديش المعروض الكفاية وفي نفس الوقت عندي مشكلة أكبر وأكبر أن أنا كمواطن مصري الدخل بتاعت أكل فعندي النهاردة عندي حاجة اسمها ركود تدخمي يعني البضاعة موجودة وأنا برفع عليها أسعار والمواطن مش قادر يشتري فبالتالي ركود تدخمي بقى كل يوم بيعد عليها بتكلفة سواء تكلفة تمويل نتيجة إن الفادي بقى 20% فالتمويل بقى 24% وأنا واخقرود من البنوك فبقيت كل يوم أرفع سعر الوحدة بتاعتي وهي ما بتتبعش والأسعار بالمزيد عليها أنا شخصين قامواطنة بسأل بعض التجار طب أنت البضاعة بدل ما هي مركونة وبتبوز باحها بقى بستعر المعقول بلاش الزيادة الجنونية يقول لا خليها تبوز لا وبيارفض بيقول تبوز أحسن لا خلي بالك خلي بالك لو هو ما سيطرش على السوق أخطر شيء وده اللي ممكن لازم الحكومة بتتلحق من نهاردة سيطرة الأسواء ولا هيحصل موجة الحريق اللي حضرتك بتتكلم عليه حريق ده يعني أنا هخسر زي ما يكون وهسحب رأسي من اللي واخر هنا بقى دي المشكلة مش يقدر يتعاوض مستثمر خرج لأن اللي خرج ده هيبقى خرج هو لسه مستثمر هو فيه بعض المستثمرين فعلا المتبقي أفلوا معشان كذا ده هيعمل لك مشكلة اتجارة طاعتهم أو سحبوها صح ده يقدي إلى مزيد من المشاكل مين النهاردة هيبقى متوجد في السوق عشان يوفر لك المعروض مين النهاردة هيوفر لك السلعة عشان ينحضر الكشتريات هي دي المشاكل اللي احنا بنتكلم عليها الفترة اللي جاية طب الاسعار هتتسكروا عن دهين ما احنا بنقول في موجة اعتقد ان ما تبقى من السلعة سيتم حرقه في شهر رمضان القادم لأنه مش هيقدر يكمل باسعار بسلعة أكتر من كده وده اللي عشان كيف بقوله حريك ما ينفعش يحرق في ظل الطلب لأ يرفع الأسعار في ظل الطلب ويحملها بالخصائر القديمة ويبتدي يعمل حسابهنه في رمضان مش هيقدر يبيع لأنه خلاص بقى الدخل اللي بتاعك تآكل في الفترة دي نتيجي ارتفاعاته صرف المرهج في قلب شهر رمضان فبالتالي يخش يحرق بضعة لما هنا يخش يحرق البضعة بتاعته هتحصل مشكلة بالنسبة لي اختفاء بعض رجال الأعمال أو بعض التجار أو بعض المستوردين أو مصنعين من داخل السوق دي موقع في مدان القدر ما تبقى بقى من السمارات اللي احنا بنكلم عليه ان الدولة لسه تبقى ان ارتفاعات الصندوق لازم حبتدها تحرك جزء كبير جدا من الدعم دعم يعني ايه يعني طاقة يعني كهرباء يعني مياه خدبات كذا 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 فده تكلفة زيادة على أسعار السلع أو تكلفة الانتاج مرة تانية يعني دورة ارتفاع مرة أخرى للأسعار فده اللي احنا بنتكلم عليه اتمنى ان لو احنا زي ما انا شايف الأداء الحرفي داخل القطاع المصرفي ده ان ده يتزامن معنا خفاق قمت الجنيه خفاق قمت الدولار عشان انا لو النهاردة حررت الدعم مثلا بنسبة 10% أو 20% الدولار النهاردة وهو بيزل مقابل الجنيه بال10% أو 20% يقدر يمتص كمهة الارتفاع وده اللي احنا بنتكلم عليه والدولة دي لازم تحرك بديه بحرفية تانية ايه بقى؟ يعني بس اللي اتدبح قدام العملات الأجنبية لا ما انا فيه دول تانية نزلت بال10% أو 20% يلبق للعملات الدولار لا احوض البصر الاستراضية بدل ما انا باستورد من الدولة دي لا احسس المواطن ان حصل انخفاض في السلع بدون ان انا النهاردة خفاق قمت الجنيه أو الدولار أو ادعم أو اعمل ايه اعمل ايه؟ اروح النهاردة للدولة انخفضت العملة بتاعتها بالتزامن مع انخفاض العملة بتاعتها بلغة 20% وتمتع بالخص ايوة هنا المواطن قدرت ان انا وفر له تخفيض في الاسعار بدون ان انا حكومة تحمل حاجة يعني فكرة زي دي يعني حضرتك قد صعب على المسؤولين انهم يفكرون دي يعني العايز يحل هيا دريحان في احنا بنقول لازم نتمتع بالميزة النسبية دي لازم نتمتع النهاردة ان عندي بالفعل داخل على الرمضان اللي جاي المشكلة مش مشكلة السلع بس عشان نتكلم بمتاع الصراحة احنا بنتكلم من مشكلة لبس مصر النهاردة داخل عليها عيد وعندنا الفترة بالسهلكية في النص بتاع رمضان هل انا جاهز وانا موقف الاسراد ومصر النهاردة بقى يجي يقولك الكيلو اللبسي بقى بكذا هل مصر النهاردة بلد القطن على مدى التاريخ احنا لبسنا العالم كله فين البديل فين اللبس المحلي وخصوصا انا عندي موقع بين الاستعداد والوطنين يأشيري المحلي دي بقى الميزة اللي موجودة عندنا بس احنا احنا مش مركزين تخيلي انك انت عندك شركات قطاع عهم مشهورة جدا براند نيم كده من ايام التلاتينات لغاتي النهاردة اللبسي فيها متخزن بقى الوصنين وكل سنة سعر وبيغل ان ديكت التكلفة وكرودة المتاخدة الاجهزة الموجودة احنا كنا منتكلم على شاشة LED ده لسه عندهم شاشة التلفزيونية تلعادية لسه عندهم تلعادية وكل ده بداعة ركدة تمرجع تاني النهاردة للعملين في الدولة بأي حد بالضمنات واخد وبيع كل المخزون بالأسعار القديمة بتاعته هصف كل المحلات دي كلها وهقدر بناء على كده هبتدى تشغل مصانع على غزل المتوقف النهاردة واجيب الغزل وتعمل لي قماش جديد وقدر اجيب مئة الف قصر النهاردة بشباب كويس جدا متخرج وعلمه واجيب له ناس تقول له زي تفصل البدلة ولا البنطلون ولا الجاكت ولا كذا وامنا المحلات دي التانية اشتغلت الدورة الحلول موجودة بس احنا مشكلتنا مش قادرين انا عايزة بقى استاذ شيماء تشترك معنا قبل ما ننهي في الحوار وتقول لي هي بقى كربة منزل بتعمل ايه بتعمل ايه مع ارتفاع الاسعار بتعدي ترتيب اولوياتك بتعملي ايه اكيد دلوقتي بقى عندي اولويات عن الاول في حاجة كنت الاول بقدر اجيبها كتير دلوقتي لقى بعد ارتفاع سعر للدولار دلوقتي عايز تخطيط او نجيبها بالتدريج بقى يعني لا بتعملها بقى ميزانية فيه بقى متسع ليكن انتو وانتو بتعتبروا من الناس الكويسين يعني حمعانا خبير اقتصادي مش مواطن عادي لكن نقول ان ارتفاع الاسعار جاء على حساب الاسرة المصراف الحاجات التي كانت متاحة للتغيير للفصحة للاجيزات لللبس يعني بقى تلميزانية كلها موجهة للأساسيات قوي الاكل والشرب والدووس والتعليم هاي بقت الاولايات اكتر يعني الخروج قل تقريبا من النهائي في حياة كانت متاحة الاول كتير دلوقتي بقت الاولايات خالص فبقت الميزانية كلها تقريبا لأولويات الشقة لنور اكيد يعني نور هاي يا نور عايز تبقى خبير اقتصادي زي بابا كده ولا عايز تبقى ايه بقى ايه الخط بتاعتك المستقل اوه حبا لعيب كورة لعيب كورة ده بعيد تماما مجال معيني انا بخطفت انه يبقى خليه يلعب كورة اردوك انا عكت عايزه رائد فضاء بس رائد فضاء رائد فضاء في النهاية بشكركم مشاهدينا بشكر نور الدين بشكر استاذ الشيماء والدكتور واقل النحاس شكرا لحضرتك بشكركم مشاهدينا على متابعاتكم لينا والى اللقاء الاسبوع القادم في نفس المعاد اسرة جديدة وحلقة جديدة من بيت العائلة